وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله أخبر مصدقين لأننا نعتقد أن المرادة الإيمان الكامل المتضمن النواقض تجتمع في أربعة نواقض في القول والفعل والاعتقاد والشك هذه خلاصة النواقض ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكي فخلاصة النواقض أربعة هي ليست بعشرة حتى الشيخ محمد بن عبدالهاب لم يحصلها في عشرة لكن أراد أن تضبط هذه العشرة لكن تجتمع النواقض في أربعة أشياء نواقض خولية السب مثلا سب الرب الفعل السحر الاعتقاد لو شك في ماذا شك مثلا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نعم شك في قدرة الله قول وفعل واعتقاد لو اعتقد أن أحد من الناس سعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخروج عن شريعة موسى والشك ذكرنا نعم لكن من يحكم على هؤلاء بالكفر العلماء والقضاء ولابد من إقامة الحجة وانتفاء الشفاء عندنا أمور واضحة يوضحها أهل السنة والجماعة كالاستهزاء مثلا سب الرب يقول لا يمكن أن يجهل هذا لا يمكن أصلا أن يجهل أنه سب الرب حكم آه كفر أكبر مفهوم إذا كان لا يعرف هذا إذا ماذا يعرف من الشريعة أصلا نعم قال لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل نعم قول عمل اعتقاد نعم ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب نعم هو يريد يقول يرد على من يكفر خوارج ومن وفقه نعم يكفر بالجملة كما نسمع ونرى في هذه الأيام نعم قال الإمام ابن بازر رحمه الله تعالى قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نعم الناس لهذا الباب طرفين وسط في التكفير قسم من يكفر بالجملة وقسم من لا يكفر أصلا ولا يكفر أحد وقسم من يتوسط نعم فإذا جاء الحكم في الكتاب أو السنة أو عن السحابة أو السلف أو الإما كفروا إنسان بعينه كفرنا توقفوا توقفنا نعم قوله يعني فقط مثال ما الدليل على تكفير مرتكبة كبيرة عند الخوارج نعم صحيح يكفر نعم ما الدليل عندهم طيب من يقتل مؤمن متعمدا في جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما تمام طيب ما الدليل عنده للسنة في الرد عليهم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك أن الله لا يغفر أن يشرك دليل عام نريد خاص فمن عفيا له من أخيه سماه أخا له تمام طيب في الزنة نصرع في السلامة الزاني عندهم يكفر ما الدليل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كافر كفرا أكبر عندهم تمام الدليل عندنا إقامة الحد عليه ودافع النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز عن غامدية صحيح فهذا دليل على ماذا تطهير لهذا الذنب فهم أي نعم وقلنا كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر فالأصل أنه غير مخرج من الملة حتى يأتي الدليل نعم فهم أخذوا بدليل وتركوا الآخر عندنا القسم الثاني من هم هنا التكفير المرجع يقول لا أظل مع الإيمان ذنب والناس في الإيمان سوا لا يتفاوتوا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا القسم الثاني أهل السنة هم وصف لم يخرجوه من الدين بالكلية ولا يصفوه بالإيمان الكامل لا يخرج من الملة ولا يصف بالإيمان الكامل يقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان لماذا قلنا هذا؟ لأننا لا يستطيع أن نخرج من الإيمان عندنا أدلة ولا نستطيع أن نسف بالإيمان الكامل لوجود الأدلة فجمعنا بين الأدلة نعم أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة نعم من استحل قتل المسلم كفر وإن لم يقتل من استحل الزنا نصر عافى السلام كفر وإن لم يزني نعم أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر نعم وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة في الدنيا هذا إذن المعتزلة خالف من الخوارج في الدنيا في الحكم الخوارج قالوا كافر والمعتزلة قالوا لا في منزلة بين المنزلتين كيف يعني هل هو مسلم أو كافر يعني هل هو من أهل المدينة أو مكة قالوا لا وقعوا في الطريق في المنتصف تمام هذا في الدنيا أما في الآخرة اتفقوا يقول اتفقوا لأنهم في الآخرة مخلت خلود أبدا في الناطق صلى الله عليه وسلم نعم وهذا والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفة إذن هذا نتيجة واحدة فالعبرة بالخواتي الصلاة والسلام نعم وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة نعم تجد أن المعتزلة تجد أن المعتزلة لهم مؤلفات لهم أصول كتب في أصول معتقد المعتزلة الجبرية الجهمية كل فرقة ظالة عندها مراجع ترجع إليها إلا فرقة واحدة من هم الخوارج الخوارج ليس لهم مؤلفات في أصول المعتقد يعني يرجع إليها تحكم إليها ولهذا تجد الواحد منهم يكفل حتى الأئمة عندهم لأن ليس لهم أصل أصلا كل شيء مبني على الهوى مبني على الفكر نحن قلنا فرقة ظالة منها يعني في القديم لديهم علم اعتقاد تعظيم لله لكن خالفوا طريقة السلف ولهذا وقعوا نسل عفو السلام لكن هؤلاء الغرض عندهم يعني قلنا مثلا الممثل الآن المعطل عطل لماذا لأنه اعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى هو متقل الله لكن أدى هذا إلى ماذا إلى التعطيل لأنه اعتقد يعظم الله لكن هذا عندما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد غرض تعظيم الله غرض اعلاء كلمة الله لا الغرض الدنيا إذن هنا الخروج كان من أجل الدنيا ولذلك لا علم ولا تقوى لله ولا غيره نعم قال 1600 قال يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يضر نعم والناس يتفاوت نعم قال publisher الر بن habitats لمن عمله مراده بهذا الكلام الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهذه المقالة الخاطئة هي المنزلة بين المنزلتين التي هي خاصة مذهب المعتزلة وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار تنبيه كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحض عرف ذلك نسأل الله السلام والأولى أن لا تقرأ ولا تنظر في تراجم هؤلاء نعم يكفيك ما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى نعم طهما مات وتجد الواحد منهم نسأل عرف السلام يعني أحيانا يكفر من لا يجد أحد فيكفر نفسه نعم والله نسأل عرف السلام قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوا عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة يعني لا نشهد ولا نقند نخوفهم ونجعل العباد يسير بين الخوف والرجاء نعم نقول أن مرتكبة الكبيرة تحت المشين إن شاء الله عذبه وإن شاعفه عنه ولابد من توبة يذكر بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الكبيرة نعم الكبيرة ما هي؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لا عن طرد غضب البراءة منه أو من فاعله أو أنه ليس من المؤمنين ليس من المتقين أو أنه من المشركين من المنافقين من اليهود من النصارى أو شبها بأقبح الحيوانات ليس لنا مثل السوق هذه كبائر هل الكبائر تتفاوت؟ نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر هذا الثاني هل هي معدودة أو محدودة؟ هل يمكن عد الكبائر؟ لا حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ذكر منها هي إذن محدودة؟ كما ذكرنا الحد التعريف يعني نعم هل صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان؟ أو كافر كفراً أكبر؟ قال هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان هل يحب يبغض؟ ذكرنا لا يحب ولا يبغض يحب ما فيه من إيمان؟ يبغض بما فيه من فسك ومعصية هل يجالس حال التكاب الكبيرة؟ لا هل تكفر بالعمل الصالح الكبيرة أو لا بد لها من توبة؟ نقول لا بد لها من توبة هذا أحوض والدليل النائحة إذا لم تتب قبل موتها قال الجمعة لجمعة كفارة لما بينهم إذا اشتنبت الكبائر فهذا أحوض مفهوم؟ أي نعم نقول بهذا القول هل الكبائر أعلى من الشرك الأصغر؟ لا الشرك الأصغر أعلى من الكبائر ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يسر كبير لأن أحلف بالله كاذبا كبيرا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا أراد أن يبين خطر الشرك أنه أخطر من الكبير هو لا يحب هذا ولا يحب هذا لكن أراد أن يبين للناس نعم هذه مباحث بالكبيرة تفبط لابد نعم ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم نعم ما نقنطهم للرحمة الله ونجعلهم يسيروا إلى الله بين الخوف والرجاء كجنحي الطائر نعم قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله ولا نشهد لهم بالجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقلنا عندنا هذا متفق عليه الأمر الزائد أن من شهدت له الأمة نعم قوله ولا نشهد لهم بالجنة اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال العلامة بن بازر رحمه الله مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم كما يأتي ذلك في آخر كلامه مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار هذا على العموم نعم كما دلت أهل الإسلام في الجنة الآن الآن الصحابة كل الصحابة في الجنة لا شك فيها هذا من حيث العموم وكلا وعد الله الحسن أما لا نحكم للصحابة بعيني أنه في الجنة إلا بدليل فوم نعم طيب قال قال وأما الكفار والمشركون والمنافقون من أهل النار كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم وقوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في آيات أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق قال الإمام الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة هذا ما قلنا وسط بين الخوف والرجاء نعم قال العلامة ابن مانئة رحمه الله قال الشارح يجب أن يكون العبد خائفا راجية فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب يعني خوف لكن وسط ورجاء وسط إذا غلب جانب على جانب يسقط نعم كجناحي الطائر طيب والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم أزاكم الله خير